اشتركوا في القناة لم يثبت فيما علمت حديث فيه ذكر هذا الاسم للملائكة الملائكة الكروبيون والحقيقة أن هذا الاسم منذ نحو ثلاثين سنة لم يكن مرة بي في أحاديث التي كنت قرأتها في مئات إن لم أقل ولوف الكتب أكثرها مخطوطة حتى سمعتها أو سمعت هذا الاسم في مينة في موسم من مواسم الحج كنت جالسا في ليلة هادئة وجميلة من أيام منا أتحدث مع بعض إخواننا من أنصار السنة المصريين والسوريين وغيرهم لما دخل علينا شيخ سمته لبأس به سلم وجلس واستمع وبعد أن توقفت قليلا عن الكلام دخل هو في الموضوع يتكلم تبين من كلامه أنه من الذين درسوا في الأزهر ويحملون في طوايا نخوصهم بغضا للدعوة السلفية أو دعوة التوحيد وأنه متأثر ببعض الدعاوة الكاذبة التي تنسب إلى جماعة التوحيد في كل بلاد الإسلام سواء كانوا هنا أو في مصر أو في سوريا أو في غير مكان وإذا به يتهجم ويقول أن دعوة الوهابيين بهذا الاسم دعوة جيدة ولكنهم يشبهون الله بالمخلوقات فسألتهم كيف ذلك قال إنهم يقولون بأن الله عز وجل سبحان الله يخطئ القرآن وهو لا يشعر قال يقولون بأن الله على العرش استوى فقلت له وهذا قولهم أم قول رب العالمين استدرك فقال يعني هو بأنهم يفسرون هذه الآية بمعنى أنهم يفسرون الآية بأن الله قاعد على عرشه قلت له يا أخي هذا التفسير ليس صحيحا نسب إليهم الخلاف الخلاف بينهم وبين مخالفيهم ليس هو في تشبيه رب العالمين بالمخلوقين فهذا باطل بالاتفاق وإنما الخلاف هل يصح تأويل الاستيواء بمعنى الاستيلاء أم الصحيح أن الاستيواء هو الاستيلاء ودخل في هذا الموضوع طويلا وأمر بده جدا أن خلاصة العقيدة السلفية في هذه الجزئية أن لله صفة فوقية فهو تمسك بهذه وقال هل من المعقول أن الله عز وجل يكون فوق العرش معنى ذلك أن ما وضعناه في مكان قلت له لا هذا وهم منكم ونحن نتبرأ من عقيدة تجعل الله عز وجل محصورا في مكان وهو العلي الكبير ثم بدأت المناقش معه بطريقة خاصة قلت له هل أنت معي في أن الله كان ولا شيء معه قال طبعا قلت فين كان الله فهل كان هناك عرش قال لا إذن كان الله ولا شيء معه ثم خلق العرش قال نعم فسلشلت معه فقلت له نحن الآن في الأرض فمن الذي فوقنا قال السماء الدنيا ثم الثانية إلى أن وصلنا إلى السابعة قلت ماذا فوق السابعة قال العرش قلت وهنا الشاهد وماذا فوق العرش قال الملائكة الكروبيون لأول مرة أسماء هذا الإسم ومنذ نحو ثلاثين سنة قلت ما هذا الملائكة الكروبيون فوق العرش نحن نعرف أن الذي فوق العرش هو خالق العرش بدليل الآية السابقة وتأويل السلف لها بأنه على العرش استوى أي استعنى وكما قال بعض المؤتدرين في هذه المسألة ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصالك والله غنيم عن العالمين لكن أنا بسمع لي أول مرة أن الذي فوق العرش هم الملائكة الكروبيون فهل عندك آية في إثبات أولا أن هناك ملائكة يسمون بال ملائكة الكروبيون قال لا قال طيب قلت طيب هل عندك حديث في أنه جاء ذكرهم فيه بهذه التسمية قال لا قلت فإذا من أين جئت بهذه العقيدة أن فوق العرش ملائكة كروبيون قال هكذا درسون مشايخنا في الأزهر الشريف قلت يا عجبا أنا أعلم أن علماء الأزهر يقررون على الطلبة في دروسهم ما يتعلق بأصول العقائد وأصول الفقه يقولون لهم حديث الآهاد الصحيحة لا تثفت بها عقيدة وكيف لقنوكم عقيدة ليس مذكورة لا في القرآن ولا في السنة كيف أعتقدتم فبهت الرجل ثم تابعت الكلام قلت له هب أن فوق العرش أولئك الملائكة المسمون عندكم بالكروبيون وماذا فوقهم وقف الرجل وقف حيران وقد كنت قدمت معه كان الله ولا شيء معه وكان مشتق من كن فيكون فلم يكن شيء هناك فقال الله لخلقه كن فكان فإذ انتهى بنا أن ناوصلنا إلى العرش وبزعمك فوق العرش أولئك الملائكة فماذا فوق هؤلاء الملائكة أعدم أموجود قال لا عدم لأنه كنا اتفقنا لأنه لا شيء قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض كان الله ولا شيء معه إذن فقبل أن يخلق الله شيئا لم يكن هناك شيء فإذ انتهى بك العلم إلى أن فوق العرش الملائكة الكروبيون ولا شيء وراء ذلك من كون لأنه انتهى الخلق فإذا قال السلفيون بأن الله سبارك وتعالى على العرش استوى أي استعلى فلماذا تنسبونهم إذا أنهم حصلوا الله عز وجل في كونه ولا كون هناك لأن الكون محظور ومحدود وفي رأينا آخر الكون وعلاه العرش في رأيك أنت العرش وعليه الكروبيون ولا شيء بعد ذلك فإذا العقيدة الصحيحة عقلا ونقلا إنما هي عقيدة السلف الصالح لأنهم لم يجعبوا الله في مكان كما تزعمون لأنه لا مكان هناك وراء العرش إنما هو العدم المحض إلا الله تبارك وتعالى ولكن ما بلكم أنتم أنكم فينما فررتم مما نسبتم السلفيين إليه وهم بلاء منه فإن الله ليس في مكان لأنما بعد العرش ليس كونا وليس مكانا وهو على العرش سوا لكما بلكم أنتم تفرون من إثباتها بصفة لله تبارك وتعالى ويصفة التنزيه تماما لأنه ليس في الكون فكيف وأنتم تقولون إن الله في كل مكان تحصرونه في كونه الذي خلقه بعد أن لم يكن له وجود فأنتم المشبهة وأنتم المجسمة وليس نحن معشر السلفيين إلا القائلون بما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو سميع البصير وعلى أساس من هذه الآية بطرفيها ننزه تعالى تنزيها كاملا ونثبت له الصفاد كما يليق بعظمته والعلاله بطرفيه تنزيها تنزيها ترجمة نانسي قنقر